وانا بتكلم مع كابتن سيد كروان ومجموعة من النجوم بيقولولي ان احنا كنا بنتعمد نعمل فاولات على خط ال 18 برة عشان احنا عارفين ان الكابتن شاحتة هيجيبي بقل الله وقالولي كمان ايه ان الكابتن شاحتة كان بيجيبي كابتن كمال الصباغ رحمة الله عليه اللي واحده يعد معه ساعتين ثلاثة وضربات الجزاء يعلمك على ضربات الجزاء وعلى الفاولات اللي هي الكور السابتة وانت يعني بسم الله ما شاء الله ما فيش ضرب الجزاء ضياطة لا خالص لا فدي كانت من الميزة طب لو قلنا مثلا ميزة من الميزات فلعت الكابتن شاحتة اللي انت كنت بتستغلها كانت ايه بالظبط لا ما شفت الشعن انا ماشي وخلاص بدماغي بلعب وبعدين بمورن نفسي نعم يعني انا انزل الصبح مثلا رحت الدراسة ولا حاجة وبعدين اروح في قط اللبس اجيب كور وزي ما قلتلك ان انا احط ايه الفنيلة في حتة وانشن عليها يعني انت بتشوف النقصة كيه وبتعمله اه وبعدين جالي مدرب اظن يعني جال كل اهلي مردتوش انتو تاخدوه فجالنا مين اوه؟ تاديش تاديش اه طبعا طبعا جالنا وبعدين بقى بص لقى ايه في الموهبة في الشوت دي بدا ينميها لك بقى اه في الكورنر ازاي احط الكورنر كده هو اه طب انا مش هلعبها برجل شمال نعم قال لي طب انا اوريها لك هتعملها زي عملها فو يخش فيها اه ويشوتها بلفة وتبقى قوية جدا اه عشان اي واحد يعملها كده هتعملها جول يلمسها جول اه من الناحة التانية باروح برضو ألفها بالداخلي وانت في الماتشات المنتخبة دربات السابتة ودربات الركنية كنت انت اللي بتلعبها في الزمالك ماتش الزمالك فاروق جعفر رايح باس جكورة وراح كابتن محمد الجندي يقول له تعالى هنا اتراح فين مش لعبتك بس فاروق جعفر كمان يعني بيني وبيلك لا لا كان لعب جامد كان لعب جدا ولعب معايا مع بعض طبعا احنا لعبنا مع بعض احنا تبعه وسبعين